اشتركوا في القناة ويتحدث عن الانتخابات المذكرة التي جرت في العراق قال ان بلاده دفعت عشرة ملايين دولار ليونامي يونامي هي مكتب الأمم المتحدة الممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق من أجل انجاح الانتخابات السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تدفع الولايات المتحدة الأمريكية عشرة ملايين دولار للأمم المتحدة لكي تنجح لكي تعمل على نجاح الانتخابات في العراق ما الغاية من كل ذلك يعني لماذا تكون الأمم المتحدة هذه التي تدعي أنها جاءت من أجل الإنسانية جاءت من أجل أهدافها من أجل الشعوب من أجل الضمان حرية الناس من أجل تحقيق مستقبلهم من أجل الحفاظ على الحقوقهم في الحياة يعني عدم تعرضهم لانتهاكات قانونية وجسدية وكل هذا محاولة تهديئة الشعوب وإحلال السلام في العالم هذه الأمم المتحدة هذه أهدافها وهذا مثاقة يتحدث عن ذلك ما مصلحة الأمم المتحدة في أن يدفع لها عشرة ملايين للترويج الانتخابات ولي أجل إنجاح الانتخابات لماذا؟ يعني القضية ربما هل حصلت هذه في بلدان أخرى؟ ولماذا تحصل؟ يعني لماذا يدفع ليونامي لبلس خارط عشرة ملايين دولار لكي تنجح انتخابات تجري في العراق؟ والكل يعرف والأمم المتحدة تعرف أن كل القوى العملية السياسية التي شاركت منذ عام 2005 لغاية هذه الانتخابات هي نفسها التي شاركت يعني لغاية الانتخابات 2018 هي نفسها التي شاركت في الانتخاب ما يسمى بالانتخابات المبكرة وهي كلها متهمة بالفساد والخراب والدمار والقهر وانتهاك حقوق الإنسان وقتل الناس والاعتداء على المتظاهرين وخطفهم والإعدامات كلها والميليشيات والسلاح المنفلد وعدم قدرتها على ضبط الحدود والعراق صار معبرا ومركزا للمخدرات فيه عصابات تتاجر بالبشر والأعضاء وكل شيء والفقر فيه يعني مستشري 12 مليون مواطن عراقي تحت خط الفقر أكثر من أربع ملايين عراقي يحتاجون إلى سكن ليس لديهم بيتسكنون فيها العشوائيات أكثر من سبع ملايين عراقي في العشوائيات ��غ사가 بين القرص وكل تقارير الأمم المتحدة كلا تضع تشير إلى أن العراق ماهو خمس بلدان بالعالم في العساب واحد إسماله البلدان الفاشلة سمو их بلدان الهشة واحد من البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان ليس فيها احترام حقوق الإنسان واحد من البلدان التي تكن فيها المخدرات أن preferred MORE معدومة أسوأ المدن أسوأ الخدمات أسوأ الأمن طيب كل هذه التقارير والأمم المتحدة تريد لهذه القوى التي تشاركت في كل الانتخابات والتي حكمت العراق قبل 11 سنة ودمرته تريد لها أن تشارك في هذه الانتخابات لكي تنجح الانتخابات باسمهم وتدفع العراقيين بالقوة للمشاركة بهذه الانتخابات ما الغاي لماذا وهل أمريكا جاءت واحتلت العراق من أجل عيون العراقين من أجل الديمقراطية التي فيما بعد قالت لم نأتي يعني وزير الخارجية قالت لم نأتي للديمقراطية في وقتها فبالتالي أنتم عمامة مشهد غريب عجيب لماذا تدفع الولايات المتحدة 10 ملايين دولار للممتحدة لإنجاح الانتخابات هذه فقط للممتحدة فقط للممتحدة ماذا أعطت للحكومة ماذا أعطت للمفوضية ماذا أعطت لغيرها ماذا أعطت للأحزاب للقوات كارثة هذه ماذا سرقوا من خزينة الدولة وعملوا إعلانات والشعب في حيرة في مرارة في ضيم في كارثة جوع وقهر ومرض وأمراض وبالتالي حتى يفعلون انتخابات لا يريدها أهل العراق قالوا أن هذه استجابة لطلبات ثوار تشرين كذبة كبيرة ثوار تشرين نعم أرادوا انتخابات مبكرة لكن لا تشارك بها كل حزاب السلطة التي دمرت العراق لا تشارك بها الميليشيات لا تشارك بها لا يشارك بها كل الفاسدين كل هؤلاء الذين أفسدوا وسرقوا ونهبوا لا يشاركون يحاكمون القتل يظهرون كل هذا وضعت الشروط لكنهم لم ينفذوا شيء طالبوا بقانون انتخابات شفاف وأمين ويلبي حاجة المواطنين لا يلبي حاجة الأحزاب والقوى التي تحكم العراق طالبوا بقانون الأحزاب يسائل الأحزاب من أين لك هذا من أين لهم هذه الأموال ما هو تمويلهم ما هي أهدافهم ما هي برنامجهم لا أحد يقول لنا وبالتالي شاركوا نفسهم والفاز فاز والذي تبر نفسه خاسرا لأن عدد المقاعد قلت والكارثة هي هي وبالتالي نحن أمام يعني كارثة كبيرة ما الذي تريده أمريكا أمريكا تريد تدمير العراق وهي ما جاءت للعراق ودمرته ألم تقل أسلحة نمر شامل واعترفت فيما بعد أن هذه كذبة ألم تقل ديمقراطية وقالت لم نأتي من الديمقراطية إذن لماذا جاءوا جاءوا لكي يدمروا العراق لكي يدمروا قوة العراق لكي يشتت العراقيين هذا واقع الحال وهذا ساطع السنة أثبتت ذلك فهم يهمهم أن تكون قوة يعني حكومات تعكس إرادة العراقيين وتبني لهم وطنا جديدا وجميلا وقويا ومزدهرا هذا لا يريده أحد ولا تقبل به إيران ولا تقبل به أمريكا هو المطلوب أن يدمر العراق فبالتالي لماذا تعطى الأموال للأمم المتحدة إذن الأمم المتحدة الشريكة مثل ما قلنا ونقول شريكة في كارثة العراق منذ عام 2003 وقبل عام 2003 حتى في فترات الحصار فترة الحصار 13 سنة كانت الأمم المتحدة شريك في قتل العراقين وتدميرهم دعك من النظام وشكله النظام لكن نحن في الحصار فقط شعب العراق خسر مليون عراقي نصف مليون منهم من الأطفال بسبب نقص الأدوية واللقاحات وما كانوا يقبلون تزميد العراق وكل شيء حاصروه لكي يموت وبعد ذلك جاءوا بعد عام 2003 احتلوا العراق ودمروه وهذا ما وصلوا إليه وبالأسخار تدعو إلى انتخابات هذه انتخابات أخرى تاريخية ستغير وجه العراق كيف ستغير وجه العراق؟ إذا كانت نفس الوجوه الفاسدة ونفس الخراب ونفس الميليشيات ونفس السلاح المنفلد ونفس إيران ونفس القوى التي حكمت العراق ونفس المصيبة الكارثة ونفس الفاسدين ونفس الدمار ونفس الكذب ونفس الإدعاة فبالتالي هذا وضع العراق بحقيقته وهؤلاء الذين يحكمون العراق وهذا هو المشروع الذي يراد له أن يستمر في العراق تفاجأوا نعم برفض العراقين أرادوا من أهل العراق أن يخرجوا شعب العراق أن يخرج بكل بكل قوة لكي يقولوا أن الشعب العراقي قد انتخبهم حتى لا يتحدث بعض أحد ولا يتهم ولا ينتقد شيء الذي سيقولون أنتم ما انتخبتمهم لكن عندما شاهدوا أن النسبة لا تتجاوز لا تتجاوز 15% في أحسن الحالات وأياد علاوي يتحدث عن 12% والبعض يتحدث عن 6% و7% عندما شاهدوا هذه النسبة يعني أفهمتهم لكنهم مع ذلك تأمرهم لا يتوقف يحاولون لملمة كل ذلك الخارجية تتحدث عن أنها نجاء انتخابات ناجحة وسليمة من الناحية التقنية هي يهمنا بس التقنية يهمنا من شارك بها ومن من راح أصور والشعب العراقي ماذا كان موقفوه منها هذه هي الحقيقة لكن أمريكا عندما تريد شيئا وإيران عندما تريد شيئا والدول هذه التي تساندهم سيصلون إلى خطا أو نقطة أو محطة لابد أن يعترفوا بكل ما ارتكبوه من جرائم بحق العراقي وبالتالي لابد أن يتغير هذا الموقف من العراق والعراقيين وأهل العراق هم من سيغير هذا الموقف ولن يقبلوا بهذا الذي حدث وبالتالي كل هذه الكذبة أمم المتحدة والمجتمع الدولي والأقليمي كذبة كبيرة متأامرة على العراق والعراقيين والكل إما خائف أو أو مهادن أو أو منافق أو أو يحاول أن يسترزق على حساب العراقيين وعلى حساب دماغهم على الأسف الشديد ومن يدفع الثمن هم شعب العراق ومن يستطيع أن ينهي هذه المهزلة هو شعب العراق فقط هذا واقع الحال أشكركم شكرا جزيلا ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة